السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دروقات أريد أن نعمل فيديو مكوّن من قصة وصور وفيديوهات فأول حاجة أعملها أروح لشج بدي وقل له اكتب لي قصة وخلي في موقع يقرأ لي الصوت فأكتب لي سيناريو من 8 جمال حوارية بين أب وابن ونصدق هذا الكلام سأشكله فأروح للموقع اسم صحح لي وقال له أريد أن أعمل التشكيل فأقل له شكل النص الآن وأخذ هذا الكلام وقال له كنترول بي وقال له إبدأ التشكيل فيبدأ أشكل لي لكي يقدر الموقع يقرأ بشكل أدق سأخذ هذا الكلام كوبي ونذهب للموقع يحول لنا الكلام لصوت يقرأ للكلام هناك موقعين ممتازين جدا الموقع الأول اسمه فليكي ممكن تقول له نيو فايل ممكن تقول له ايه أنا عايز أعمل فيديو أو اوديو أو ديزاين ديزاين ده فيه أن تعمل بدي اف وبرزنتيشن اللغة عربي اللهجة خلناها المرات وأقول له ابدأ معي ممكن نضيفه التكست كله أو ممكن نضيفه الأدية حوار بين أب وابنه عن الصدق يعني لغيت فكرة تجي نجرب ونأخذ التكست ممكن نأخذ كده ونفذي التكست وممكن أن تقول له نيو فيديو عن حوار عن الصدق وممكن تقول له أنا عايز أعمل فيديو أو عايز أعمل سأضع الصورة فقط في الفيديو ممكن تضع أفاتار بفلوس ممكن تضع للهاتف الوضع ممكن تضع لك برج من سكريبت سمت ممكن تحدد لكي نعيز الحوار يبقى دقيقة واحدة ممكن تضع لك 10 دقيقة فأعمل لك السيناريو كبير جدا لمدة عشر دقايق حوار بين شخصين مثلا او اكتر من شخص طيب أعمل حاجة بالشكل دوت طبعا هي اضطلل صور ليس اضطلل ديديو لان ده المجاني ممكن اجي هنا على السيناريو الاولاني تقدر تسمع تغير الكلام تغير الميديا تغير الصوت يعني ده صوت فاطمة تقدر تيجي هنا وتقول له انا عايز اغير الصوت لايسو التاني يمكن ان يغير حياتك في الثواني القادمة سنكشف لك قوة الصوت الصدق ليات نقولها طبعا ممكن تقول له بالانجليزي بالعربي بالفرنساوي يعني خد كلمة مثلا زي كلمة مثلا مصر اكتب ايجي او اكتب ايجي او اقول له انا عايزها بالاطالي بالفرنساوي بقى عندك فيديو كامل لكن احنا هننشوف بعض الخدع او بعض المواقع اللي ممكن ان تسعت شوية طيب لو انت عملتك الفيديو ده تقدر تعمله دولود تمام وتشوف بقى الريزيليوشن اللي انت عايزها الفيرمات اللي انت عايزها بيقول لك افجريد عشان تاخد امكانيات افضل تمام الصوت ممكن ان تتحمله ويبقى عندك على الكمبيوتر وبعد كده ترفعه على كب قط كب قط موقع جميل جدا بنبدأ نعمل به الفيديوهات تبدأ تحط الصوت وتعمل كذا فيديو او كذا صورة وتبدأ تركيبهم مع بعض تعال نشوف الفكرة بتاع كب قط بتقول له نيو فيديو وهو اصلا فيه خاصية سكريبت وفيديو يعني ممكن تدله سكريبت ويعمل لك فيديو من نفسه فبص بكل الطرق هتعمل حاجات كواسة جدا ان شاء الله طيب انا بيقول لي كليكت وابلوود هه رفع له بقى فيديو صوت زي ما اريد طيب طيب لو انا الموقع فريكي دوت ما عملش معيه فيه موقع ثاني جميل جدا اسمه اه ايليفينت لاب ده بتاديله تيكست وتقول له ايه جينيريت اسبيتشيب ده يبقى يعملك الصوت ولكن انت تختار الصوت اللي انت عايزه تعال نجرب علاقة ناجحة الابن لكن احيانا يا ابي قد يكون من الصعب قول الحقيقة لحد كبير الصوت رؤى الصوت يعني يدفع في فلوس الصوت جميل ان شاء الله فانت ممكن ان تشاهد الصوت دو تعمله download وعندك فلكي تدر اي واحد فيهم تاخد منه الصوت وهنشوف مواقع تانية ممكن نعمل منه الصور وانت تختار الطريق انا ممكن تقولي انا هتمند على انه يعمل لي السكريبت ويعمل لي الصور ويعمل لي الفيديو ويعمل لي كل حاجة مفيش مشكلة طيب نروح لفلكي اي واحد فيهم هناخد منه ملف الصوت او بيقولي دوانلوت بقى الملف ممكن تحمل فيديو في كب كت وتقول له انا هاخد الصوت من غير الفيديو او هاخد الفيديو من غير الصوت كما انت عايز لا طيب اوكي بقى مفروبا ان انت ايه جهزت الشغل بتاعك ملفات الصوت وملفات الفيديوهات وملفات الصور كلها ممكن تاخد ده كده وتبدأ تعمله ايه ابلود على كوكت ملفات ملفات الفيديوهات ملفات الفيديوهات يحبه ملفات الفيديوهات أمان لما بتقول له عربي يعمل لك الخليكي لما تقول له مصري يعمل لك المصريين الكاتماء لازم تقول له رجل مصري عصري يلتدي يوصفوا له بشكل كويس عشان يعمل لك حاجة كويسة هنا بيقول لي ان في ناس بيعمل صور لناس ثانية عشان النسخة مجانية فاول ما يخلص هيبدأ اعمل الحاجات اسكيب معناها تدفع فلوس تعمل افغريد فهاجي هنا ادوس مرتين يبدأ يحطيها لي هنا ادوس مرتين اجي هنا في الليارات ابدأ اشوف بها الليارات اللي موجودة بحيث ده افضل او ده افضل عايز اخف دوت او اخف دوت زي ما انت عايز المهم يبقى عندك الصورة تقدر ان انت تسايفها وتقول له بقى انا عايز مثلا ايه ارب بوي مثلا يبقى عندنا صورة الاب وصورة الطفل وده اللي تعمل به الفيديو هنا برفع لي الصورة بتاعة الاب وعملها على شكل كرتون ممكن تعمل انت اي صورة تانية خلينا اقول له هنا بوي فهو اعملها لي بالشكل دوت ممكن مسلا انت عاجبك الشكل دوت ماشي هتقول له انا عايز اعمل شير او عايز اعمله سيف او اس في جي وقل له دونلود ونروح بقى اللي كب قط نبدأ نرفع فيه الصور دي تمام طيب هحوط انا الصور بحيث انها تغطي على داب دوب داب هاجي هنا وقول له انا عايز الصور دوت وعايز الصورة ديت وعايز الصورة ديت اهو تابع معنا صورة الاب والابن وعندنا نصب بتاعها فاسمع وابدأ ايه اغيف له اسمع الاب يا بني هل تعلم ما هو اهم شيء يجب ان تتحلى به في حياتك؟ الاب وبعد كده اسحب الابن الهنا وقدر اتحكم في كل واحد يوم يبقى الاب يتكلم وبعد كده الابن والاب والابن وهكذا لحده متخلص الفيديو بتاعك وممكن تعمل مؤسرات بين الاثنين بالشكل دوت قتل ناجحة الاب قتل ناجحة وبعد كده هتقول له بقى انا عايز اعمل اكسبورت لكن احيانا يا ابي قد يكون من الصعب قوله الحقيقة قوله اكسبورت وبعد كده اقول له دونلود وارفاحها بعد كده عن استجرام الفيسبوك اليوتيوب والتيك توك زي ما انت عايز تقدر ترفع لكله زي ما انت عايزي وفيه خاصية ليس كدول يعني تقول له انشرها لي مثلا بعد ساعة تسعة بالليل على اساسي كل الناس كلها سامعة و هكذا بالتوفيق ان شاء الله اشتركوا في القناة